حوارات ونقاشات على أعلى المستويات بين الإدارة الأمريكية وفي أروقة البنتاجون من أجل ردعي أي هجمات قادمة من الفصائل الموالية لإيران في الداخل العراقي في الأسابيع القادمة وهذه التفاصيل نشرتها وتحدثت عنها الـ NBC News الأمريكية يوم أمس ووضعت تحديثات عليها اليوم بالإضافة إلى ذلك إلى أن هناك أيضا كشفت عن تقييمات الإدارة الأمريكية الحالية لهذه الهجمات المتوقعة من هذه الفصائل المسلحة في الداخل العراقي وما وجدوه الآن هم قالوا بأننا عدنا 2500 جندي أمريكي موجودين في الداخل العراقي وهناك 900 جندي في الداخل السوري موزعين شرق نهر الفرات وكذلك في هذه القاعدة المتمثلة بقاعدة التنف الداخل السوري على المثلث الحدودي بين العراقي والأردن والسوريا وعلى هذا الأساس وعلى الرغم من تغير وضع القوات الأمريكية من قوات قتالية إلى استشارية وعلى أساس أن هناك سحب للقوات القتالية إلا أن هذه الأعداد ثابتة وعلى هذا الأساس هم يضعون ووضعوا في تقديراتهم بحسب الـ NBC News الأمريكية أن الفصائل ستهاجم القوات الأمريكية وكذلك علينا أن لا ننسى بأن الذكرى السنوية الثانية لإغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هي قادمة في يوم 3-1-2022 وعلى هذا الأساس ممكن أن يزيد من فرص الفصائل للانتقام من القوات الأمريكية بالإضافة إلى وضع المفاوضات النووية السيئ والمرتبك للغاية بالإضافة إلى صواريخ الكاتيوشة التي انطلقت على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد صاروخين تم التصدي لها ولكن هي رسالة واضحة جدا بالإضافة إلى رسالة مهمة إلى وهي طائرتين مسيرة في الأيام التي هي أيام ليست بالبعيدة في الأيام القليلة الماضية توجهت إلى قاعدة التنف هنا التي تعتبر هي منطقة الخمسة وخمسين كيلو والتي جعلت سلاح الجو البريطاني أن يتصدى لهذه الطائرات المسيرة وأسقط طائرة مسيرة واحدة من هذه الطائرات والطائرة الثانية انسحبت مباشرة وجعلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه القصة وحتى على الان بي سي نيوز الأمريكية تحدثت عن هذه القضية كمؤشر للهجمات بأن هل هذه الطائرات المسيرة كانت تريد مهاجمة قاعدة التنف أم هي كانت من أجل أمور استطلاعية وهذا ما أكده مايكل نايتس أحد أهم الباحثين الأمريكيين والذين يتتبعون تحركات الفصائل الموالية لإيران في الشرق الأوسط وجد مايكل نايتس بأن هذه حسابات من الفصائل المسلحة يريدون أن يختبروا المضادات الجوية الأمريكية والدفاعات الأمريكية في هذه القواعد تجهيزا وتحضيرا لهجمات قادمة في الأسابيع القادمة وليس هذا فحسب بل أن إزرائيل ألمى وهي واحدة من أهم المعاهد الإسرائيلية سربت اليوم معلومات استخبارية عن قاعدة موجودة في المنطقة الوسطى في سوريا اسمها قاعدة التيفور بأن في الأسبوعين الأولى من هذا الشهر دخل الطائرات مسيرة إلى هذه القاعدة بشكل مباشر وهذا يفسر تماما يعني هذه القضية وهذا التسريب الذي تحدثوا عنه يفسر تماما هذه المنطقة الوسطى التي نتحدث عنها تقريبا يفسر من أين جاءت هذه الطائرات المسيرة بأنها جاءت من قاعدة التيفور وليس هذا فحسب بل أن أيضا كشفت بأن هذه الطائرات المسيرة هي دخلت من ألبو كمال مباشرة إلى قاعدة التيفور في الأسبوعين الأولى كما تحدثنا إلى الداخل السوري ويوضح أن هذه الطائرات المسيرة برغم من الفصائل في الداخل العراقي أنه يريدون يشوفون طبيعة الدفاعات في قاعدة التنف لذلك أكثر من مؤشر تمتركه الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه التقييمات بالإضافة إلى ذلك هم أيضا كشفوا قضية صارت بالهجوم الذي تم بخمسة طائرات مسيرة على قاعدة التنف نفسها ثلاثة من هذه الطائرات كانت هي قادمة من الداخل العراقي بحسب التحقيقات التي نشرتها النيويورك تايمز من مسؤولين أمريكيين لم يصرحوا بأسمائهم كشفت كواليس ما دار في الإدارة الأمريكية بين إدارة جو بايدن ووزارة الدفاع الأمريكية بقيادة وزيرة الدفاع لويد أوستن وهذا الرجل فرانك مكنزي قائد القيادة المركزية الوسطى باختصار طلبت إدارة بايدن من فرانك مكنزي يا فرانك مكنزي الآن ضربت قاعدة التنف ما الذي يجب أن نفعله الآن ما هي الردود المناسبة وأعطاه مباشرة بساعات قليلة وبسيطة بنكا من الأهداف كبيرا موجودا في الداخل الإيراني وفي الداخل العراقي وعلى مستوى المنطقة سيؤدي إلى مقتل إيرانيين بشكل مباشر وهذا الأمر الذي رفضه مباشرة جو بايدن لأنه لا يريد للمفاوضات النووية أن تتأثر بأي شكل من الأشكال أو يخاطر بهذه القضية وبعد ذلك عادت إدارة بايدن لتطلب هذا الأمر مرة ثانية ولكن بردود مختلفة عن الردود التي طرحها الأولى وبعد ذلك مباشرة فرانك مكنزي أعطاه أيضا بنكا من الأهداف ولكن لأهداف للقيام بهجمات سبرانية أو غيرها من هذا الأمور بعد ذلك إدارة بايدن رفضت من جديد القيام بأي هجوم بأي شكل من الأشكال ووصلت إلى نقطة دعنا نرود ردا دبلوماسيا على إيران نفرض عقوبات أو غيرها من هذه الأمور لأنه لم يقتل أي أمريكي في قاعدة التنف لا حاجة للوصول إلى هذا الطريق والسؤال الأهم والذي سربته الآن الأم بي سي نيوز الأمريكية بأمور خاصة تحصلت عليها الآن لو الفصائل الموالية لإيران قامت بمهاجمة القوات الأمريكية كما هو متوقع في بداية العام القادم أو على الأقل حتى نهاية هذا العام ماذا لو قاموا بهذا الأمر الأم بي سي نيوز الأمريكية تحصلت بتصريحات مهمة جدا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية وقال الآتي للأم بي سي نيوز بعض هذه الهجمات قد تبدأ مرة أخرى لكننا سنكون مستعدين جدا لذلك كذلك دينيس روز وهو من صاغ سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط لعدد من الرؤساء الأمريكيين مثل جورج دابليو بوش وكذلك بيل كلينتون وهو أيضا عمل مع هيلل كلينتون على السياسات الموجودة في الشرق الأوسط هذا الرجل وجد بأن إيران الآن لا تشعر بالخوف أو بالقلق لذلك هي تقوم بهذه الهجمات ولا بد يا بايدن أن تضع الخيار العسكري على الطاولة لردع إيران من القيام بهذه الهجمات التي تقوم بها أنت لا تقوم بما يكفي في هذا الأساس لذلك التوجه موجود في هذه القصة على هذه القضية ولكن السيناريو الأسوأ لإدارة بايدن في هذه القصة هي أن لو الميليشيات قامت بمهاجمة القوات الأمريكية وأسقط الضحايا بين الأمريكيين خاصة أن الهجوم الذي تحدثنا عنه بخمسة طائرات مسيرة على قاعدة التنف كان بحسب التقييمات الأمريكية الأخيرة بأن كان الهدف منه هو قتل أمريكيين كان الغرض القتل وليس تفادي القتل وتخويف الأمريكيين أو غيرها من هذه التفاصيل وهذا طبعا ولكن لو لا طبعا المعلومات التي أعطاها الموساد الإسرائيلي للأمريكيين وسحبوا 200 جندي أمريكي من هذه النقطة المتمثلة بقاعدة التنف لحدث ما حدث وقتلوا الأمريكيين على هذا الأساس هم يضعون في حساباتهم ممكن الهجمات القادمة تؤدي إلى مقتل عدد من القوات الأمريكية وهذا لو تم فإن بايدن مجبر مجبر أخاك لا بطل على الرد على هذه الفصائل والرد على إيران وقتل عدد من هذه الفصائل الموالية لإيران وهذا ما سيدمر المفاوضات النووية خاصة في فترة إبراهيم رئيسي الآن هذه المفاوضات النووية تعاني ما تعانيه مشاكل كثيرة وكذلك سيفتح فرصة لإيران بالتخصيب بمستوى 90% وفي محاولة للوصول إلى القنبلة النووية وهذا الأمر أصبح أصلا واضحا من صحيفة كيهان الإيرانية المقربة للمرشدة الأعلى التي أكدت مؤخرا بأن أي فشل للمفاوضات النووية يجب علينا كإيرانيين أن نتوجه للتخصيب بنسبة 90% وهذه نسبة تخصيب اليوراني بنسبة 90% هي التي توصل إلى القنبلة النووية إذا ما سعوا إلى ذلك وحتى سئل هذا الرجل المتحدث باسم الحكومة الإيرانية سعيد خطيب زاد على ما قالته كيهان لم ينفيها ولم يؤكدها ولكن قال إذا احتجنا على المستوى السلمي على المستوى النووي أن نصل إلى هذه النسبة فسنصل إليها ولا داعي للقلق من هذا الأمر نهائيا ولكن هنا العيون تذهب ليست إلى الولايات المتحدة الأمريكية وما ستقوم به خاصة وأن بايدن توعد بأن لا تحصل إيران على القنبلة النووية وليس قضية التخصيب بنسبة 90% وهناك فرق ممكن لإيران أن تخصب بنسبة 90% وأن لا تصل إلى القنبلة النووية لذلك العيون لا تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بل هي تذهب إلى إسرائيل وما ممكن أن تفعله قبل 72 ساعة النيورك تايمز كانت واضحة بتصريحات حصلت عليها من أحد المسؤولين الإسرائيليين في وزارة الدفاع الإسرائيلية وهذا ما قاله النيورك تايمز في حال بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم لدرجة النقاء 90% فأن إسرائيل سوف تضطر إلى تكثيف عملياتها ولكن في نفس الوقت ما الذي يعني هذا؟ هل هذا يعني بأنها ضربة عسكرية؟ لا أبداً ففي نفس هذا المقال في النيورك تايمز أكدت إسرائيل بأن لا قدرة لها على توجيه أي ضربة رغم امتلاكها لطائرات الأف 35 وغيرها لا قدرة لها على ضرب المنشآت النووية المتعددة الموجودة في إيران وتحديداً منشآتنا تانز التي يتم التخصيب بها في نسبة 60% مع أمكانية الوصول إلى 90% هي المرشحة للوصول إلى 90% إذا ما أرادت إيران ذلك وحتى منشآت فور دو التي تخصب الآن اليورانيوم بنسبة 20% لا مقدرة لهم على هاتين المنشآتين على ضربها بأي شكل من الأشكال هي تحت الأرض لن يتمكنوا من ذلك وكذلك بحسب النيورك تايمز أيضاً بأنهم لا يمتلكون الطائرات الكافية لحمل قنابل مهمة جداً من قنابل البانكر باستر الجديدة الحديثة للولايات المتحدة الأمريكية وهي طبعاً طائرات مهمة عفواً قنابل مهمة جداً لضرب هذه المنشآت التي هي تتواجد تحت الأرض وبالتالي هم لديهم مشكلة تقنية عالية جداً مع عدم وجود طائرات حديثة تكفي لتزويد الوقود للطائرات الإسرائيلية على هذا الأساس التصريحات الإسرائيلية في النيورك تايمز واضح جداً بأنهم غير قادرين ويجب أن يعتمدوا على الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذه الهجمات وهنا النقطة الأساسية ما الذي كان يعنيه الرجل من وزارة الدفاع الإسرائيلية ما الذي كان يقصده هو يقصد كما هو واضح على الأقل الآن من هجمات الموساد الإسرائيلي ونشاط الموساد الإسرائيلي كما حدث في منشأة نتانز النووية بهذا الشكل بهذا الهجوم الإسرائيلي بالإضافة إلى ذلك أيضاً على هذه المنشأة للصواريخ الباليستية ومعت شهيد همت الصناعية ضربت بهذا الشكل خلاله هذا العام وكذلك منشأة كرج لصناعة أجهزة الطرد المركزية الوحيدة في إيران ضربت أيضاً بهذه الطريقة بطائرة مسيرة وأيضاً واحدة من أكبر الأحداث التي جرت ألا وهي اختيال العالم النووي الكبير بحسن فخر زاد بهذه الطريقة بروبوت بحسب التفاصيل التي نشرتها النيورك تايمز عندما كشفت عن تفاصيل هذه العملية لذلك نحن أمام فعلاً لحظات صعبة جداً أمام بايدن وقد يكون هذا الاختبار هو الأصعب والأكبر إذا ما جرى التصعيد ووصل التصعيد إلى مستوى قتل الجنود الأمريكيين في الأسابيع القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر